اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية المشكلة بت بانتريس على تطبيقك الخاص ما عليك أن تقوم بفعله لحل هذا المشكلة على تطبيقك الخاص تضغط هنا على الضبطة والعدادات ثم سوف يقوم بأخذك إلى هذه القائمة الخاصة هنا ثم سوف تقوم بالنزول الأسفل تضغط هنا على التطبيقات نأتي إلى نافذة التطبيقات الخاصة بك في هذه القائمة بعدها سوف تقوم بالنزول إلى الأسفل هنا سوف تقوم بالبحث هنا عن تطبيقك الخاص بانتريس وبعدها سوف تقوم بالضغط على بانتريس يقوم بأخذنا إلى هذه القائمة الخاصة هنا ثم تضغط على إيقاف إجباري تضغط على موافق ثم سوف تقوم بالنزول الأسفل تضغط على مكان التخزين نأتي إلى نافذة تطبيقات تضغط على مسحى التخزين المؤقت ثم بعدها سوف تقوم بإطفاء وتشغيل هاتفك الخاص لكي يقوم بتحديث التطبيق حل المشكل